الأمر الأول نحن نعلم جميعا أن القرآن الكريم أشار إلى الهدف الذي من أجله خلق الإنسان قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فَكَمَالُ إِنْسَانِيَّةِ الْإِنسَانِ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْعِبَادَةِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وإلا ما لم يكن الإنسان عابدا لله سبحانه وتعالى فسيبقى في مرحلة البهيمية لا يمكنه أن يصل إلى مقام الإنسانية إلا بأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى ولذا نحن نجد أن القرآن الكريم عندما يصف الأنبياء أول وصف يصفهم به ويقدمه على جميع صفاتهم ومقاماتهم وفضائلهم يثبت أنهم كانوا عبادا لله سبحانه وتعالى فلهذا قال في الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كما في أول سورة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده لم يقل برسوله لم يقل بإمام الأولين والآخرين لم يقل بخاتم الأنبياء والمرسلين أبدا هذه كلها له ولكن التي بها صار بهذه المقامات ووصل إلى هذه الفضائل إنما كان بماذا بالعبودية لله سبحانه وتعالى ولذا أيضا نحن في التشاهد نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يعني بالعبودية وصل إلى مقام الرسالة والخاتمية إذن حقيقة الإنسانية لا يصل الإنسان إلى حقيقة الإنسانية ولا يستحق أن يكون خليفة الله في أرضه إلا إذا كان متحققا بالعبودية لله سبحانه وتعالى وهذا أصل أعتقد أنه لا أحتاج أن أقف عنده كثيرا نعم الأصل